من صدق الإنسان إنه يركز على اللي ينفع اللي قدامه مش اللي يسعد اللي قدامه لو اللي ينفع اللي قدامه يسعده يا سلام يبقى نفع ومتع وسعادة لكن ممكن أبقى أنا عايز أسعد اللي قدامي فأعمل تصرف أو أوافق على حاجة ما تنفعوش تأذيه بس عشان يرضى عني وينبسط وده دليل على عدم صدق المحبة لأن الحب فيه تحمل تحمل لإيه؟ لأن أنا دايماً بدي ما أراه والله أقدر عليه ينفع يا رب يسعد ولو ما يسعدش معلش وكانت أمي تقولي يا بخت من بكاني وبكى علي ولا دحكني ودحك الناس علي وفي بعض الأوقات الإنسان بيكسل يعمل كده فيقول ماشي على حاجات ممكن تكون تبسط لقدامه وترضيه بس تأذينا كلنا بس عشان أنا ما عنديش طاقة أني أنا قعد أناهد وأقولك وأفكر معاك ونخطط سوا وأقولك لأ فتزعل وبعدين تعرف أن أنا كنت صح فتيجي تقولي حقك علي أنا ما كنتش فاهم وأقولك إيه؟ نعمل اللي أنت عايزه أه ده مش حب الحب الصادق تركيز على النفع الصحابة شافوا كده شافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دايما بيفكر بما يناسبهم وينفعهم فحبوه تعارف التلاتة اللي دخلوا على سيدنا النبي دخلوا على السيد عائشة فسألوها عن عبادة النبي فلما قالت لهم بيعبد ربنا إزاي كأنهم تقالوها إيه ده إحنا كنا متوقعين أكتر من كده فواحد قال أما أنا لو بتسأليني بقى هعمل إيه أما أنا فأصلي الليل لا أفطر يعني أنا هفضل مش هلام صلي طول الليل إيه الجمال ده نتصور كده والتاني قال أما أنا أصوم الظهر فلا أفطر يا سيدي وأما التالت قال أن لا أتزوج النساء أنا الحتة دي فيها رغبة وغريزة حتى لو حلال مش عايزها عشان ربنا فجات السيدة عائشة لما النبي دخل حكيت له يا سلام شوف الناس فغضب النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن ده منتج شكله مبهر قوي يعني النبي دعاهم إلى الله فتركوا الدنيا ده بيصلي طول الليل وده صايم إيه الجمال ده وده مالوش علاقة بالستات في الجواز خالص خلينا مع ربنا على طول يبدو أن ده شكله أحلى لكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما حط الحقيقة أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية وأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صحابة عديم شايفين سيدنا النبي بيقول استمتعوا بالغرائز والاحتياجات المباحة ده أنفع ليكم لأن تركك لاحتياجاتك وغرائزك الحلال ده مش نافع ده بذرة التطرف والتشدد بل بذرة الانتكاس إن أنا أبقى مش عايش حياتي الطبيعية فممكن بعد كده أقوم رامي ده كله ورايح مندفع جدا في الغرائز والشهوات فوقف لهم ووصلهم للطريق الصحي بما ينفعهم فاكر الراجل اللي جلسدنا النبي وطلب منه فلوس صدقة قال له عندك إيه في البيت على فكرة سهل أوي يا عثمان يا ملياردير ادي له عشرة درهم النبي كان يبقى معاك كنت يتفضل خد زي ما كان بيصرف على ربعمائة واحد من أهل الصفة قال له انت عندك إيه ده في حوارها يطول دلوقتي والنبي عنده وقت اه طبعا اه عنده وقت للكل قال له انت عندك إيه في البيت قال له احنا عندنا شاملة حتة سجادة كده واللعباية بنعود عليها وكوباية قل له هاتهم وتعالى وبعدين رفعهم النبي من يشتري هذان واحد قال له بدرهم بجنيه قال له لأ زود شوية زود شوية زود شوية ام واحد دفع اتنين درهم ام واحد درهم وقال له تفضل يا اللي كنت تطلب مني حاجة هات أكل لأهلك وهاتب ده رأس قدوم رأس الفاس هاتو الحديد اشتري بالدرهم جابوا للنبي ام النبي جاب عصايا وشدها بسم الله اذهب فاحتطب وبيع اكسر الحطب من الشجر في الغابة هناك وبيعوت على الولاء اريان نكا خمسة عشر يوما يلا روح وما تحكمش على نتيجة شغلك إلا بعد خمستاشر يوم رجع له بعد خمستاشر يوم مع عشر الدرهم قال له بس هو ده أنا دلوقتي طلعتك من حد بيشحت اللي واحد بينتج وصبرت عليك لأن ده الأنفع بالنسبة لك قال له بس هو ده إن المسألة فاكر كما إن المسألة لا تحلوا إلا لذيه فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفضع كأنه بيقول له لا مش أي حد يقول من فضلك الديني لو عندك أزمة مالية هتروح بسببها ورا الشمس آه بأطلب ونساعد كلنا لكن يبقى عندك القدرة انك تشتغل وتمد ايديك ده مش الأنف عليك ويعمل كده النبي عليه الصلاة والسلام ويركز على ده عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير في قبره الشريف ما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم ده النبي عليه الصلاة والسلام مشغول باللي ينفعنا في قبره فما بلك الصحابة شافوا إيه في حياتهم وهو مشغول دايما بما ينفعهم ويناسبهم فلما شافوا كده أحبوه